اشتركوا في القناة صباح الخير يا فاندو صباح الخير ازاكي كابتن ازاكي حضرتك عاملين الحمد لله تمام كويسة صباح الخير على الشعب المصري كله بس الناس الكويسة الناس كويسين الناس كويسين طبعا كل المصريين كويسين الناس الثانية اي واحد بيقول البلد دي لا بالصباح الخير عليه خالص لا طبعا واحنا منضم صوتنا لصوتك على فكرة عايزة اكلمك عن مباريات هذا الاسبوع لانه الاسبوع ده كان فيه اكتر من ماتشة لعب اخرهم كان مبارح كان تلاقع الجيش والمينيا مينيا والمصري وتليفونات بانسويف وتليفونات بانسويف تحب تعلق معنا او تقولينا كده في الاول بشكل عام كان ايه تعليقك على مستوى الفرق في الماتشات دي كان عامل ازاي بلين ناخد بالتفصيل بقى كل ماتش والتاني هو في البداية طبعا حضيك انت عارفة في بداية الموسم كان فعلا مستوى معظم الفرق يعني كان فعلا معظم الفرق بعيدة عن مستوى الفني خالص وده طبعا شيء طبيعي لان طبعا انت حضيك عارفة التوقف الدوري والغاء المسابقة برضو كم سنة وربع سنتين يعني المسابقة تبدأ وبعاكدات اتنين في نص الموسم اهلا التوقفات الكتيرة دي عملت خلل اصارت جامل جدا على اللعيبة في الحتة الفنية بتاعتهم وحتة اليقى البدنية بتاعتهم وحتة يعني حتى اوزان اللعيبة حماس اه اوزان اللعيبة حتى لو حضيك تلاحظ في اول الدوري كان اوزان اللعيبة كلها يعني لا ما تبصنيش انا هراجل انت بطلت خلاص انا راجل سبت الكورة خلاص بس انا بقول لحضيك في حتة المستوى الحمد لله بدأ فعلا يرتفع كويس جدا المنافسة قوية جدا بين كل الفرق دلوقتي يمكن حضيك شايفة اهلي وزمالك اللي هم دايما بنشوفهم بصرع على البطولة دلوقتي تراجع مستواهم لان انا بقول لحضيك دلوقتي مفيش فرق بين لعيبة مصر كلها لعيبة اهلي لعيبة زمالك زي لعيبة الشرطة زي لعيبة بترجيت بعد اعتزال ابو تريكا وبركات وشكبالة يمكن دول يمكن اكتر تلات لعيبة كانوا موجودين او موهبين في الدور المصري فدلوقتي انا بقول لحضيك مفيش فرق بين اللعيبة هي بتختلف دلوقتي بين الفريق ده عايز ايه واللعيب ده عنده طموح ازاي وعنده هدف طبعا انت عندك واقل جمعة واخد على الفيسبوك من اهم المدافعين طبعا ده في التعليقك ايه على الاستفتاء نقول يعني الاستفتاء ده واقل جمعة من غير استفتاء يعني واقل جمعة ده من غير استفتاء انا بعتبره يعني كمان ارجل لعيب جيه في تاريخ مصر ارجل يعني لعيب سهلا بقاتل اه لعيب طول عمره بصراحة من ساعة ما بدأ مع النادي الاهلي ومنتخب مصر يعني تحس ان هو مش مش لعيب كوره راجل بفعلا بيلعب بكل روحه لعيب حماسي جدا لعب على اقوى الفراودة الافريقية اللي محترفين في الدورات الاوروبية لا ما شاء الله واقل جمعة مش محتاج ولا استفتاء ولا يعني معلش مع احترامل اي حد واقل جمعة افضل مدافع جيه في تاريخ مصر ما فيش حد معلش يتقارن به راجل كمان يعني سيبك من مستوى كمان راجل ببطولاته بتكلم يعني راجل حق بطولات كتيرة جدا مع النادي الاهلي يمكن 29 بطولة مع النادي الاهلي و3 بطولات مع منتخب مصر فلا واقل جمعة يعني ما شاء الله يعني مبروح عليه الاستفتاء او اللقب يعني اه لا 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 ده مش محتاج كلام خالص وخسارة فعلا كبيرة جدا لمصر يعني بنفقد مدافع قوي جدا بس ان شاء الله مصر ولادة وفيها مواهب كتيرة بإذن الله نقدر نطلع بإذن الله لعبة زي وجمعة بإذن الله اه بس يعني ايه اللي حصل للأهلي يعني مازال برضو المستوى النادي الاهلي في التدني في النزول مفيش صعود كده بنشوفه بيحصل يعني في النادي الاهلي بعيدا عن طبعا البطولة اللي هو اخدها وفرحنا يعني هو بص صارة لو جينا لنادي الاهلي ده لي حاجات خصيات غير اي نادي ايه بقى؟ ده نادي بطولة فلازم نوعية اللعيبة اللي بتلعب في النادي الاهلي دي يبقى لازم فيه مواصفات معينة في النادي الاهلي لان النادي الاهلي دايما بيلعب على المركز الاول المركز الاول ده بيتطلب لعيبة تبقى عندها تلعب تقدر تستحمل الضغط العصبي الضغط اللعب تحت الجماهير الحاجات دي كلها لازم تتوفر فأي لعب بيلعب في النادي الاهلي لان ده مش نادي مثلا بيلعب على مركز خامس سادس لا ده داخل البطولة هدفه بس المركز الأولاني فحتة اللعيبة اللي تلعف في النادي الأهلي لازم يبقى ليها مواصفات خاصة فحتة احتزال أبو تريكا برضو وبركات ورحيل حسام غالي وبعض الإصابات في الفريق كل ده شيء طبيعي لازم النادي الأهلي يقع أو يحصل له ضرب خاصة بعد فكرة عمتا يقولك الفرقة دية كرفاء عالي لازم أي فريق بيوصل لكرفاء عالي لازم بيحصل له ضرب وبعد كده بيستعيد مستوات تاني يعني كل فترة كده لازم يكون النادي يعني كإرهاق وتعب كفترات مجمود وإعتزال لعيب وإصابات وبطولات كتيرة جدا فلعيبة النادي الأهلي دي على طول محتوطة تحت ضغط كمان يعني اللعيبة النادي الأهلي بتلعب تحت ضغط مع النادي الأهلي ومع منتخب مصر فحتة الضغط العصبي دي برضو بترهق اللعيب زائد أن برضو النادي الأهلي مطلع مجموعة كبيرة جدا من ناشئين يعني حتة الناشئين دي هي حتة طبعا كويسة جدا وطبعا بحي كابتر محمد يوسف أنه هو راجل ما بيخافش وبيجازف وبيلعب لعيب ناشئين دلوقتي احنا كسبنا فرود عمر جمال يعني حاجة كويسة أن النادي الأهلي يكسب فرود ممكن طب ده كويس بقى أنه لما يكون حد في عمر كابتر محمد يوسف قد كده بيبقى قراراتهم جريئة قد كده بيبقوا عايزين يجربوا ناس جديدة ودم جديد وما بيخافوش وبيقولوا هياخدوا وقتهم هيطبقوا قريب أنا عن نفسي أنا بحترم المدير الفني الجريء المدير الفني لما بيخافش أنا لو خفت مش أعمل حاجة ومش أنجح لأن معلش أنا دلوقتي لازم يعني أبقى لي بصمة كمدير فني مع أي فريق أنا معلش أنا مش أنا واحد لو أنا كراجل مدير فني أنا أبقى سعيد جدا لو طلعت ناشئ أو اتنين أو تلاتة وتقلقوا مع النادي الأهلي وراحوا منتخب مصر دي تتحسب لي ده يعتبر إنجاز لي فأنا بحيي كابت محمد يوسف من نوعية لما بتخافش وبيدي اللعيبة سواء منجة ناحية اليمين أو عمر جمال في تريزي جي في مجموعة لعيبة كويسة لسه مع الخبرات طبعا لما ترجع مع دول مع دول إن شاء الله بإذن الله النادي الأهلي بإذن الله قادر أن هو يرجع تاني نتمنى لأنه كمان فيه إحساس كده أنه بعد أوعدة موجودة بوتريكا شوية عمل خلل كبير طبعا بوتريكا قيمة كبيرة جدا وأنا يمكن كنت مع حضريك هنا من فترة قلتلك إن ده العقل المفكر للكرة المصرية الرازين الرازين وبصراحة موهبة جمدة جدا بس ما هي دي سلط الحياة يعني لازم اللعيب هاي وقت وهيعتزل فهي دي برضو من مشاكل نادي الأهلي كان لازم يحضر البديل لأبوتريكا مش البديل كلعيب لا يحضر يعني لعيب عنده إمكانات أبوتريكا لعيب عنده إمكانات زي بركات لعيب زي حسام غالي هي دي مشكلة النادي الأهلي بس التفصيلة دي نادي الأهلي كان دايما بياخد باله منها يمكن هو بس التوقفات الكتيرة اللي حصلت الفترة اللي فاتت بس ده ما يمنعش أن التمرين مهمة عمت الرياضة المصرية طبعا الفترة اللي فاتت ديت يعني ربنا يكون فعون كل الأندية وكل اللعيبة والإجازة الفلنية الناس دي فعلا إحنا يعني كمنظومة رياضية فعلا تعبنا جميل جدا يعني تعبنا تعبنا لأن فعلا كان فيه كمان حرب شرسة جدا على الرياضة بعد الثورة يقول لك إنها ما ترجعش تاني نعم إنها ما ترجعش تاني لا ده مستحيل بص أقول لحضيك حاجة سورة محدش في الدنيا يقدر يمنع رياضة أو كرة الكرة دي أو الرياضة دي عمتا أولا الكرة والرياضة دي عمتا يعني أقول لحضيك يعني حاجة بيقولك بتقص بها حضارة الشعوب فإزاي نلغي رياضة ده مستحيل هي بقول لحضيك هي حاجة حرب شرسة يقولك النظام السابق كان بيلهي الناس والكلام الفاضي دوت فأنا إحنا مش نتكلم عن الرياضة لأن هي مسألة طرفيهية فقط بيشتكل تحت مؤسسة الرياضة دي يعني عدد كبير الرياضة دي أولا معلش أنا ما ببقى عندي دوري شغال والأمور مستقرة بيدي إن فيه طمأنين أن البلد دي فيها أمن وأمان يعني ما فيه مباريات بتتزاع وموجودة الجماهير طبعا بس غير الجماهير اللي إحنا بنشوفها والأسلوب اللي هو يعني لواحد زهق بصراحة من الألترس دول بطريقة غريبة هم مش كلهم إحنا مش هنعلم هم أعتقد أنهم حد يعني مجموعة مختلفة معلش صراحة إحنا لازم نتكلم بصراحة إحنا مش عايزين بقى نقول شوية منهم وفيه محترم وفيه أولاد ناس وجامعات مش أقصر أنا قصدي تعتقد وتعتبر المجموعة اللي عملت الشغب والأعمال العنيفة واللي ارتكبت الجرائم دي هل تعتبرها مجموعة متسوسة مش هو ده الألترس حتى بكل المشاكل اللي كانت بتعملها الفترات الفاتحة لا هم الألترس إحنا مش عايزين بقى نشيل ونقول حد وناس دخل الطرف تاني وتالت لا هم وأنا معلش أنا الألترس دول أنا بعتبرهم عصابة كبيرة جدا دلوقتي خطر على الأمن القوم المصري زيهم زي الناس التانية ديت اللي بتخرف في مصر لأن دول أولا ولا ناس وطنيين ولا أصلا يمطوا للبلد دي بصلة الناس دي لو كانت وطنيين وبيحبوا البلد دي عصارة أولا كانوا يراعوا ظروف اللي بلد فيها اللي بيحب البلد ديت وبيحب مصر كان يراعي وييجي على أي مصلحة ليه هو الناس هي دي الرجولة أن انتوا بتستغلوا ضعف مصر إن شاء الله عمرها ما تبقى ضعيفة بس انشغال الشرطة والجيش وكل مؤسس الدولة مشغولين فأنتوا بتستغلوا الضعف دوة إن الناس دي مشغولة فأنتوا بتعودوا تخربوا في البلد هل هي دي الرجولة أو هل هي دي الوطنية وهل الشرطة المصرية دي أنا أحس أن الشرطة دي مش شرطة مصر أنا أحس أن دي شرطة تل قبيب اللي هم على طول أنا نفسي أعرف إيه سبب العداء بينهم العداء لكنه حاجة قريبة الفكرة هنا أنه حتى إعلامين ما حدش فيهم بيطلع يمثلهم وما بيخافوا يطلعوا في الإعلام يتكلموا ولا عايزين حديك حاجة ولا عايزين حدي يمثلهم إحنا خلاص أنا واحد من الناس أنا يعني اتخنقت يعني بصراحة من الألترس دول كان أجامدة جدا أنا مش عايزة مش عايزة دايقك بقى في الحلقة عايزة أرجع بيك للمباريات مرة تانية خلينا كده في المباريات للأسبوع لأنهم على فكرة أزوا ناس كتيرة جدا جدا يعني هم بيفكروا بحركاتهم اللي هي الحركات التافها وتكسير وكده الحاجات دي بتأذي بيوتها صارة أن معلش الرياضة دي لو تقفلت وتلغت الكورة شوف حضيك معلش اللعبة دي مسؤولة عن كم أسرة في مصر وفتحين بيوت إزاي فهم فكرين أن هم الحركات اللي بيعملوها دي حركات سهلة مثلا بيكسروا بيمشوا بس أعتقد أن هو له بعد سياسي برضو في الموضوع وما هيش رياضة لأنه رياضة عمره ما كانت كده والألترس ببدايته من 2005 هم دخلوا نفسهم في السياسة وخلوا نظرة الناس لهم دلوقتي نظرة مش كويسة خالص وأنا بقول لحضرك هم لازم خلاص نهايتهم يعني خلاص الرابط وهم لازم فعلا الرابط دي تتفك وما يلهاش أي تواجد وما يتخشوش خالص ويتمنعوا من دخول المدرجات إن شاء الله بإذن الله يعني أعتقد أنه المسؤولين والجهات المعنية بالموضوع ده أكيد هيكون لهم قرارات حازمة ومزمة في الموضوع ده إن شاء الله ولازم التعامل معهم بكل قوة لأن هم بيتعاملوا مع الناس وبيتعاملوا مع الشرطة المصرية بطريقة مش كويسة لا أنا راجل راجل تبع وزارة الداخلية ولا شرطة أنا الناس اعتدى علي وأفضل أتفرج لا إحنا عندنا المواطن المصري يبقى أغلى من أي حد وأي حد تاني طبعا يعني ما فيش حقوق إنسان بتقول يعني في الدنيا كده إن أنا واحد يجي أعتدى علي وأفضل ساكت وبعدين الشرطة ده راجل بن آدم ربنا يكون فعون الشرطة يا كابتن عندنا المواطن الزمالك واتحاد الشرطة أنت كلاعب كرة سابق وحاليا طبعا يعني من كتر عندك تحليلاتك وبتنزل في برامج وبتشوف رأيك إيه في مستوى اللعيبة سواء كانت الزمالك أو اللعيبة اللعيبة اللي بتخص اتحاد الشرطة والله يا المباراة الزمالك واتحاد الشرطة أنا بعتبرها نتيجة عادلة يعني نتيجة عادلة لأن فعلا ولا نادي الزمالك يستحق الفوز ولا نادي الشرطة يستحق الفوز الاتنين قدوا مستوى يعني حتة النقطة للنادي الزمالك ونقطة للشرطة أنا بعتبرها نتيجة عادلة لأن بصراحة نادي الزمالك مش هو ده نادي الزمالك اللي أربع مطشطة اللي فاتوا دول سواء في الدوري أو في بطولة إفريقيا لعيبة بصراحة ما ظهرتش بمساواة خالص نادي الشرطة فعلا نازل عارف عهايةها يعني عايز إيم المباراكة بتخلد الأماش فعلا نازل هو عينه على البنت دوت وفعلا لعبة نادي الشرطة يستحق فعلا البنت اللي هم اكتهدوا في الملعب ظهر معظم لعب الشرطة بصراحة أفضل بكتير جدا من لعبة نادي زمالك يمكن نادي زمالك على فترات يمكن ليه بعض الفرص اللي هي يعني أولئلة بس برضو أنا بقول لحضرتك يعني مش عايزين برضو نحكم برضو لسه على ميدو والتجربة بتاعته لأن أي موديل فني ما معهوش عصة سحرية كنت عايزة عرف دلوقتي أنت رأيك إيه في مستوى لأنه يعني مستوى تدريب وإداء ومعنادي زمالك الفترة الأخيرة دي أنت شايفه عمله أنا أقول لحضرتك حاجة سارة بصي اللي يقولك ميدو مدرب عالمي والكلام دوت ده إنسان منافق يعني إيه مدرب عالمي ما هو مدرب عالمي من أربع ماتشات أو خمس ماتشات أنا سعيد جدا بالتجربة أنا واحد كالعيب كهورة وراجل موجود في الوسط الرياضي أنا سعيد جدا أن نشوف مدير فني شاب وللسه صاعد لازم نشوف أو السن ده أه بس إني أقولك بقى مدرب عالمي ومدرب مش عارف إيه كل كلام ده كلام مش كويس أو مش صحيح لأن معلش أي مدير فني لازم ندي له مساحة وموسم كامل عشان نعرف شغله ميدو دلوقتي بيلعب على العمل النفسي لعبة ناتزة مالك يعني بيصاحبهم بيحسس حتى اللعيب اللي مش كويس أو مش ظهر بصورة كويسة إنه هو أحسن لعب في الدنيا دي حتة كويسة في المدير الفني أو من العوامل اللي تبقى مهمة جدا بتوفر في المدير الفني إنه هو بيلعب على العمل النفسي للعيبة لأن معلش أنا دلوقتي مش أجيب لعبة ناتزة مالك لعبة دولية وبتلعب منتخب مصر هعلمهم يباصوا إزاي ولا يتحركوا إزاي فهو ميدو بيلعب على العمل دوت بس إحنا عايزين ندلو فرصة عشان بإذن الله يزبط وجوده كمدير فني ونتملل التوفيق إن شاء الله بإذن الله لسه مش عايزين برضو نوحكم دلوقتي على التجروة وإداء ميدو مع نادي الزمالك لسه ندلو شوية وقت طبعا لسه 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 بدري عندنا موتش بقى إيه كمان نتلعب السبوع ده هو فيه فيه مبارح المينيا وطلعق الجيش يمكن كانت مباراة برضو يعني مباراة فيها قوة شوية نادي طلع الجيش بقى له فترة ماشي وحش جدا يعني مش عارف بصراحة نادي الجيش معودنا من الأنديل يعني أعتبر لأثبات وجودها في الدور الممتاز وبتحق نتائج كويسة على طول طب اللجوان كان رأيك فيها إيه أحرزه ثلاث أهداف يمكن صلاح أمين برضو أحرز الهدف الأولاني أنا بقول لحضيك نادي طلع الجيش يعني من الأنديل اللي بتقدم مستوى كويس جدا بس طبعا الفترة اللي فاتت يمكن تغيير كابتن عماس سليمان ورحيل كابتن عماس سليمان يمكن برضو عمل ضرب شوية في الفرقة جيه طبعا أحمد سامي كابتن أحمد سامي ده مدير فني كان مدارف في قطاع الناشئين دلوقتي هو اللي تولى المسئولية وبيقدر يحقق أول فوز لنادي طلع الجيش ثلاثة بنته مهمين جدا لأن طلع الجيش يمكن في الترتيب الأخير في المجموعة بتاعته نادي المينيا ده بصراحة أنا أتوقع طول المستوى اللي ظهر به يسارة السنة دي لأن من أول الموسم لغاية دلوقتي مشاكل يعني نادي المينيا على طول مشاكل بين مجلس إدارة بينهم وبعض كل مدير فني عايز أو كل عضو مجلس إدارة في نادي المينيا عايز يجيب مدير فني على مزاجه كل عضو مجلس إدارة عايز يجيب لعيبة على مزاجه أخرهم رحيل كابتن محمود صالح قبل المباراة بيوم فطبعا ده بشكل عام تعليقك إيه على المباراة وعشان خلاص كده وقتنا خلص لا هي عكاية مباراة كوهيسة بنبارك طبعا لطلاع الجيش ثلاثة بنت مهمين وبنبارك برضو طبعا لبقية الفرق اللي حقدرت حقق فوز الأسابيع اللي فاتت داية ونستنى إن شاء الله كابتن واقل اللي تجينا الأسبوع اللي جاي لنشوف الأسبوع اللي جاي والمباريات هتكون عاملة إزاي والأداء هتكون مستوى عاملة إزاي شكرا جدا على وجودك معنا نهاردة أشوفك إن شاء الله قريبا شكرا شاهدينك معنا الكابتن واقل فؤاد وهو لاعي بات رجلات السابق بكده يكون خلص يومنا النهاردة من نهارك سعيد شوفكم بكرة ويوم جديد وحلقة جديدة من نهارك سعيد باي باي